اهلا بكم معاكم محمد عبلا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع خاص شوية بتجربة عملتها كانت خاصة بدراسة تاريخ او بصمة الدول في الصناعات طيب هحلل لكم موضوع كده وبسط لكم التجربة لو انت عملت تجربة وبدأت تمسك اجهزة مثلا ده جهاز مثلا صناعات الحاجات الاصيلة يعني بعيدة عن الحاجات الصناعية لانها بتقلد كويس امسك الحاجات الاصيلة امسك الحاجة الالماني اه الحاجة مثلا الياباني كويس الحاجة السويسري تمام امسك الحاجة الانجليزي تمام من القديم للحديث هتلاقي فيه بصمة معينة او صفة معينة وتفكير معين هو الموضوع يعني هو ما جاش معايا غير مش هنقول صدفة قوي لكن انا بحب يعني طبعا ايه احنا كمختارين بقى بنحب الاكتشاف والتجربة والفك والتركيب والكلام ده اه عايز اقولك حاجة برضو مثالي عشان نقرب لك الرسالة شوية لو جيت مثلا تعمل حاجة في العربية عندك او كده اه بزيال في العربيات دي ممكن حاجة ظهرة بيينة للناس يعني ممكن مثلا ايه تيجي مثلا تجيب واحد صاحبك او حاجة تقول له طيب الجزء ده مسلا في حاجة او بتحلي ازاي او كده يقولك لا الجزء ده مش الماني يعني فيه ناس خبرة كبار يقولك لا ده مش شغل الالماني تمام اه كل دولة فعلا لها صفة كل دولة لها تكنيك لها تفكير لها طريق التفكير وده بيظهر في صناعاتها تمام ف انا بدأت ادرس الموضوع ده بشكل فعلي لانها دلوقتي انا مخترع وفكر وابتكر انا فانا عارف انا لسه اول مرة اتكلم في الموضوع ده لكن التجربة دي خطها الحمد لله يعني عن خبرة برضه انا هقولكوا ليه لان انا على شغل التاني انا بشتغل في الحاجات الانتيكة كويس حاجات القديمة الحاجات القديمة قوي يعني مثلا 1800 و وقبل كده فانت ممكن تمسك حاجة انتيكة ما تلاييش عليها اصلا تاريخ كويس مش عايز اقولكوا الخبرات الكبيرة ممكن يحتار او ممكن يعرف يعني ممكن لحد خبرة كبيرة بقى يعني معروفة لدول ده الناس دي بليها وزن كويس فانا كنت عايز اعرف ازاي الناس دي بتعرف كده ازاي هو بيوصل للمرحلة دي عن طريق اعرفت من الناس وتعلمت وقريت كتير ولا انا خدت الموضوع الحمد لله دراسة كبيرة يعني الدرجة بقي تمسك الحاجة اقول اه والله ده شغل الناس اللي بيشتغلوا الماني هو ده شغلهم ده شغل الفرنساوي ده شغل الياباني كويس كل حاجة لها بصمة مفيش حد في الصناعة بتاعته انت متعرفش ده من انهي دولة كويس ده ده حقيقي دور في كلام اللي انا بقول عليه هتلاقي كل دولة لها صفة او لها بصمة صناعية تمام الموضوع ده فدني ايه طبعا فدني في خبرتي دي كشغلي الحمد لله انا في شغل انا متميز متميز جدا زي ما انا متميز في يعني مش متميز يعني مكتهد في الاختراعات انا مكتهد برضو في شغلي كويس انا مش عايز اقول المتميز دي فالحمد لله يعني فضل ربنا طبعا ونعمته اللي انا عندي برضو فكرة اللي انا ازاي اعرف ازا كان دي نوعها ايه من غير ما هي مكتوبة عليها تورييني كده اقولك او دي نوعها كذا تمام لان انا مع بحسي على ان هما ازاي بيعملوا كده انا درست معشان كده استفدت كمخترع اللي انا بقيت اعرف الميكانيكا وتفحصت فيها وعرفت كمان يعني ممكن تقول لي ايه صمم لي مثلا المكنة دي زي الالمان اصمم لك مكنة زي الالمان بجد علي ان انا فعلا موضوع بقى في دماغي بحث فيه كتير فهمت ما بيشتغلوا ازاي خلينا اقول لكم مثلا مثلا مثال كويس ودي صورة يمكن هتلاقيها على الانترنت اعلم برضو عايزة بسطلوكم مضوع لان انا اشتغلت في حاجة كتير قوي فالموضوع في دماغي فيه تفاصيل كتير مش عارف انا اول مرة بس انا افتكرت اجيت اعمل فيديو وكتب عايزة تكلم عن حاجة تانية فانقولت طب ما نخلينا نتكلم في حاجة برضو تقنية مهمة واللي انا بقوله لك ده لو انت فعلا بتحب المجال معين عايز تتميز فيه ادرس اصل المجال والناس اللي نجحت ونبغت فيه تمام يعني واحد بيحب العربيات شوف ايه اعلى شركة بالنسبة لك حتى يعني ويدرسها وشوف خطاهم ماشوا ازاي ومشي زي ما هم ماشيين انت عتوصل كويس انا اقولك مثلا الالماني خلينا نتكلم عن الالماني الالماني في طريقتهم مثلا انا برضو عايز اقول امثلة قريبة منكو تبوا عارفين انا بقول ايه كويس في العربية مثلا تلاقي مثلا الالماني في المساعدين او الجزء بتاع حركة العجلة ده فيه صورة كانت معمولة كده تلاقي مثلا ايه فيه عجلة كويس ووراها الجزء اللي بركب فيه العجلة او اما الاربع بصامير او خمسة وبعد كده فيه المساعدين عارفك انا مش خبرة اوي في مكانية السيارات بس يعني كنوع من الفضول عندي شوائد معلومة كده كويس في الالماني بقى انا بقول كده ايه هي عجلة ومسك فيها مصامير ومحطوط فيها مقص مقص ده بيتحرك اطلع وينزل وعليسوستا وده في الياباني عادي كويس الالماني بقى هو نفس الفكرة دي مع دراعين يمين وشمال وحاجات كتيرة جدا ليه بقى ليه هل هو ده بس يعتباطا او كده لأ برضو الكلام ده حقيقي العجلة بتاعت العربية الالماني المرسوس يعني مثلا لما تجي تلف في الملفاتها بتميل العجلتين بيميله كده ممكن انت تقول ايزاي لا دور دور برضو انا بلوكو خش اعمل سيرش وشوف العجلة العربيات الالماني ده من زمان ده القديمة مش بكلم عن الجديدة لا ده من من القديم الازل بيعملوا ميل للعجل وهو بيلف العجلة معروف عجلة هي مثلا اعتبرت ده عرض للعجلة هي او كده هي ماشية كده كويس لا في الملفات هو بيخلي العجلة اتميل كده طب ليه العجلة نفسها العجلتين اللي قدام يميلوا كده قالك عشان تاخد الكرف بسرعة والعربية متتزحلقش تمام؟ فحتلاقي في الغالب هو محدش عامل كده غير الالمان لانهم محطين دراعات كتير تتحمل الفكرة بتاعت الميل هتلاقيت يمكن كمان في معظم الالماني في الأوبل في عجل تانية كويس فكرة ميل العجل ده اختراعهم وده ابتكارهم ده دي دماغهم كده طيب تعليف تقفيل العربية لانا يمكن حكيت لكم مرة انا كنت بقفل عربية كات مارسيليز برضو في وقت كورونا فلما كده تفرج على الفيديوهاي تخيل شوف الدماغ شوف الدماغ بقى تيجي مسلا على حتة كده ايه مربع بلاستيكل مربع بلاستيكل كويس تحلي زي انت بشكل بديهي انا كنت اعرف بشكل بديهي انت لقيت حتة بلاستيك في طبلوء او في مكان تحليها ازاي تجيب حاجة بلاستيك كده وترفعها تطلع على البرا صحي كده هو في حاجة غير كده لا الالماني تمسك القطع البلاستيك دي تحركها شمال وتنزلها لتحت تتخلع معاك يعني انا اقول يا اخي يعني انا هعرف ازاي يعني انت بتعملي حاجة صعب علي الدنيا ليه بس هو في فيديو والله العظيم انا شفت واحد بيحل عربية بحتة بلاستيك قد كده والله بلاستيك قد صبعي ده حتة بلاستيك قد صبعي ولا كنت بعمل كده بحتة بلاستيك بس الطريقة هو ازاي بيحل الباب منين هم عاملين لك كده او عاملين لك الفيديو ده الشركة اللي عاملاه قالك عايزت حل العربية اتفرج على الفيديو حل العربية ده تفكركم كده اللي هو زاي كل حاجة فيها لا ما فيش حاجة عادية لان انا فعلا برضو هما برضو يعني ايه الكلام ده مش بدون حقائق لا فيه في سنة مش فاكر امتكت العربية في عربية مارتسيززم معمول عليها مش عارف الف وكام براءة اختراع الف وحميه في حاجات رهيبة انا لما حلينا لحليت العربية بلقى تمسك حاجات فيها حاجات فيها علم جديد يعني مثلا فاتح وقفل البابان بدغط الهوة انكم كنا تكون اول مرة تسمع ده انا بكلم عربية قديمة كمان مش جديدة يعني باقول الكلام ده من قديم من قديم الشركات دي كتفكير الماني وهما بفكر في كل حاجة جديدة وازاي نعمل تقنية جديد ازاي بتفكيرنا جديد ده هيفيدك في ايه كمخترع اول حاجة انت زي ما بقولت عايز تتميز في حاجة هتدور مين اللي نجح فيها وشوف تفكيرهم لان اوقات مثلا واحد يقول ايه يقول لي على اختراع عايز اقول له يا اخي شوف الاصحاب المجال ده انا متأكد من يكونوا معدين الكلام ده من زمان يعني فكرة انا شفت في العربية مثلا وحاجات برضو قديمة يعني الديركسون المتحرك كان في عربية مثلا من سنة ستة وتسعين او تمانية وتسعين في المرسلس وانا شفته كاعلان والله ما كنتش عارف قبليها كان تقريبا كان هينضاي او ضايو فترة سنة الفين او الفين وحاجة كويس انا كنت اقول يا وكان ده الاعلان بتاعهم عربية ديركسونها بتحرك رغم المرسلس في الموديلة تمانية وتسعين او سبعة وتسعين والستة وتسعين كمان ديركسون بتحرك فوق وتحت والكرسي فوق وتحت والكرسي ممكن تقعد عليه بتعامل نفسك بصمة يقبع عرف حجم جسمك قد ايه تقضي عليه وخلاص ده بتكلم على التكنولوجيا قديمة فانت للأسف لو ما عرفتش ده حيبا انت بتفكر وحاس اللي انت بتختارع وانت للأسف مش بتختارع انت بتعمل حاجة ما عاملنا اصلا من زمان ففهم قضي ديت يا مصيبة لانا افكر وعمل اقول انا مش شايف الفكرة فعلا انا انا وقتها انا استغربت جدا لما لقيت عربية هينضاي وقلت لأ دي ميزة حلوة الليكسيون بتحرك لأ بعد كده لقيت فيها عربية اصلا فيها تكنولوجيا قديمة قوي يعني هي تكنولوجيا بتاعت عصا معدية كويس فكرة استخدام كومبروسور هوى داخلي يفتح ويقفل العربية واستخدام الهوا في حاجات تانية ايه التفكير ده العربية كلها خراطيم وكومبروسور هوى مشغلين فتح البيبان وقفلها بدغط الهوا ايه ايه التفكير ده ده بما هي سهلة كويس وهكذا من الافكار والتصورات والابداعات بتاعتهم في التكنولوجيا بتاعتهم يعني زي انا بقولك بس كم مثال العربيات تمام وقص على كده حاجات كتير هتلاقي مثلا الياباني دقيق دور على اي حاجة ياباني ساعات ياباني عربيات ياباني هتلاقيها دقيق او خفيفة وفيها تكنولوجيا عالية مثلا يعني كويس بس مش معقدة الياباني مش معقد الالماني معقد كويس وهكذا بس انت لازم لازم تدرس المجال اللي انت عايز تنجح فيه وتعرف هم وصلوا فيه لايه وتاخد من بصمتهم وطريقتهم لانه هم نجحوا بالطريقة دي كأننا ننا بنتعلم منه نعتبرهم قدوات بالنسبانا لانه هو قريدي سبقك انت لسه بتفكر في اختراع لا ده هو سبقك في السوق وانتج وعمل انتاج وعربية طلعت وناس اشتريتها وناس جربتها وطلع فيها عيوب وعالجوا العيوب خليولك برضو نقطة العيوب دي لان كتير من المخترعين بيبعندوا ازمة في فكرة ايه انا اختراعي اصلا انا كنت كده انا كنت خايف على اختراعي اصلا هو انا مجربتوش انا جربتو بس هي عن حاسل فيه بعض العيوب هو مش بروفيش من المية في المية وبعايز يوصل هو يعمل احسن حاجة يا راجل ده العربيات بتتعمل وهو بتصنع وبتباع وبترجع تاني مش بتسمعه عن استدعاء العربيات بترجع تاني فانت مش مطالب منك كمختلاء انك تعمل اخر حاجة من النموذج لان الناس مثلا يعمل فكرة كويسة لكن عايز يعمل نموذج فعايز يعمل احسن نموذج في العالم يكلف ملايين عشان يقولك لا اصلا هو انا حسيت النموذج لا انت مش مطالب انك انت تعمل كده ده شركات السيارات بتبيع العربية اللي انها بمبلغ كبير وممكن تستدعيها تاني لو فيها عيب عشان كده تقبع عارف اللي الاختراع بتاعك ده بيخش اطار تجريبي يعني هو بياخد مرحلة الاول المفروض والمستثمر بيعمل نموذج واثنين وثلاثة واربعة بيتجربوا وتعامل عليهم اختبارات وبعد كده يطلع ما بعديهم فكرة اللي هتبدأ تنزل السوق كويسة فانت مش مطالب اللي انت تقول ايه لا انا يعني لازم لا لا ما تعطلش نفسك ما تخدش كل الوقت ده في التفكير والتجهيز وكلام ده ابسط نموذج طبعا التسجيل اولا وبعد كده ابسط نموذج بالنسبة لك ارجع واقول اهل التخصص مهمين لما انت تجي تفكر ما تفكرش انت فوادي وهما يبوا فوادي يبقى انت في اتجاه وهما في اتجاه انت شاف اللي انت جايب احدث حاجة ده انا فكرت مثلا فكرة مش عارف عايز اعمل ايه يا رجل ممكن ترقيها معمولة في نفس الشركة دي من زمان جدا يعني ممكن تبقى براءة قديمة اصلا بالنسبة لهم تمام؟ يعني وقفتك برضه في العربية بمونديلة قديمة كان فيها مثلا سطارة كهربة فيها والله العظيم انا مرة كنت سايق عربية المرسيليس دي مرة كنت لسه جديدة علي فلقيت مثلا كان فيه بجري فلقيت فيه زيت فلما جاء كان فيه زيت وكده لقيت العربية الوحديها هي متهزتش مين ولا اسمال هي الوحديها بدأت تهدى 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 وانا دوس بنزين مفيش على طريق سريع وهي تهدى 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 فضلت تهدى تهدى لحد ما شيت مسافة كبيرة عدت بقى زيت وكده بعد كده بدأت ترجعني تاني للسرعة هي لما لقيت الفيزيت وعدم اتزان هي اوتوماتيك الحجاية كأنها فصلة مني البنزين انا بقيت ادوس بنزين ادوس بنزين عايز اجري يعني انا عايز اجري ده طريق سريع لا ما تجريش خلاص هي شالت مني التحكم في البنزين علشان شايفة لا دي غلط ممكن انا كده بعد زحلة يبقى انا كده حعمل المشكلة انا بتكلم عن تطوية قديمة وهكذا انا عايزك تدخل مجال ادرسه من البداية عشان تقبع عارف انت التطوير بتاعك ايه مهم تتعلم وتعرف المجال اللي انت تدخله متقولش لا ده انا انا اصلا ما شفتش انت ما شفتش اه بس بوك يكون في ناس تانية اشتغلت ووصلت اتمنى هيكون الفيديو ان شاء الله مفيد بالنسبالكم بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته